أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفاقضية بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري وقد تضمنت الجولة عددا من القرى بمركز الشهداء أحد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية ومن بينها قريتي دراجيل وضنصور وخلال هذا اللقاء المفتوح الذي عقده مع عدد من أهالي قرى مركز الشهداء أكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي وشدد مدبولي على أهمية تعاون الأهالي وتفهمهم لهذا المشروع المهم واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه في صالحهم الحياة مشرح يا كريمة توجيهات في قامة رئيس عبد الفتاح السيسي نحن نشتغل على مدار 24 ساعة في كل قرى مصر إن شاء الله علينا بهدف نحن بإذن الله نغير حياة وحل كل مشاكلهم الموجودة وعلى رأسها موضوع زي الصرف الصحي اللي أنا عارف كويس جدا كان دائما هو شكوى أهالينا في كل القرى المصرية من حلمهم إن تكون خدمة صرف الصحي موجودة النهاردة إن شاء الله بإطلاق هذا المشروع العملاق حيبقى بإذن الله كل القرى ويعني توبحها بإذن الله تكون عندها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الأساسية الأخرى وكل المشروعات التنموية اللي أهالينا في القرى بإذن الله يتمنوها ترجمة نانسي قنقر